وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 372 قضية تموينية بمضبطات قرابة 415 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الستراتيجية تمضبط أكثر من 381 طن سلع غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط قرابة 13 طن أما في مجال الاستلاء على السلع المدعومة تمضبط أكثر من 13 طن سلع غذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 431 قضية من بينها 93 قضية خبز ناقص الوزن و12 قضية خبز غير مطابق للمواصفات